حذر السفير الصين لدى الولايات المتحدة من صراع عسكري صيني أمريكي محتمل بشأن الوضع في تايوان واتهم السفير الصيني تايبيه بالسير على طريق الاستقلال بسبب التشجيع الأمريكي معضحا أن قضية تايوان هي أكبر مشكلة بين بكين وواشنطن وفي وقت سابق ناقشت إدارة بايدن مؤخرا مع مسؤولين في تايوان إمكانية تسريع تسليم طائرات F-16 الأمريكية لتايبيه وفق شبكة سينين عن مسؤولين مطلعين على المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بؤرة صراع كبيرة تتمحر حول تايوان صراع له أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية لكل من بكين وواشنطن نتعرف على ملامحها يشتد النزاع الصيني الأمريكي حول تايوان فالموقع الجغرافي للجزيرة هالممتد من مضيق تايوان وقناة باشي الممرين البحريين الرئيسيين الذين يربطان شمال شرق آسيا بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط يشكل أهمية خاصة لحلفاء واشنطن مثل اليابان التي تعتبر تايوان مهمة لأمن حدودها الجنوبية خطر استراتيجي يخيف الصين فيما تتزايد مخاطر النزاعات الإقليمية حول ثروات المياه المشتركة والجزر المتنازع عليها مثل جزر سبارتلي وبرسيل التي تتنازع على ملكيتهما واحتياطهما النفطي الكبير ست دول منها تايوان والصين على صعيد السياسة الداخلية لتايوان أهمية سياسية بالنسبة للصين إذ لها تأثير على شرعية الحزب الشيوعي الحاكم فيها فبحسب جامعة لندن ترتبط شرعية الحزب الشيوعي الحاكم بقدرته على تعزيز رؤية موحدة للصين وانفصال تايوان عنها يزعزع هذه الرؤية ويفشلها على الصعيد الاقتصادي لعب المستثمرون التايوانيون دورا رائدا في المساعدة على تحديث الاقتصاد الصيني تاريخيا وسهموا في إدخاله سلسلة القيمة العالمية وهو الأمر الذي لم يتمكن المصنعون في الصين من القيام به بمفردهم في التسعينيات وفي زمن التكنولوجيا وتطوير صناعة الرقائق تحتل تايوان الصدارة في السباق لصنع الشرائح أو أشباه المواصلات الأقل سمكا والأسرع والأقوى مما يهدد سعي الصين للهيمنة تكنولوجيا على العالم وإبقاء التفوق لتايوان اشتركوا في القناة